السلام عليكم أعزائي تلاميذ وتلميذات المستوى الرابع ابتدائي درسنا اليوم هو حساب مساحة المربع والمستطيل فانطلاقا من هذا التمرين سنفهم كيف يمكننا أن نحسب مساحة المربع والمستطيل إذن تابع معي السؤال الأول احسب مساحة المربع A B C D إذن لدينا هنا مربع A B C D ماذا نعرف عن المربع؟ أن المربع كل أضلعه متقايصة وكل دلعان متقابلان هما متوازيان وكذلك أن له أربع زوايا قائمة حسن جدا إذن بالنسبة لقاعدة حساب المساحة S تساوي C في C S surface أو R A نفس الشيء تساوي C في C C كتة الدلع مثلا A B هو دلع B C كذلك هو دلع D C دلع A D دلع كما قلنا بالنسبة للمربع جميع أضلعه متقايصة فمثلا هنا A D C يساوي 5 متر كذلك A B 5 B C 5 A D 5 إذن سنقوم بتطبيق هذا سنقوم بتطبيق هذا S تساوي C قلنا هو كتة الدلع 5 متر في C 5 متر إذن S تساوي 5 في 5 25 متر متر مربع لماذا؟ لأن هنا نحسب المساحة حسن جدا ننتقل السؤال الثاني لاحظ ما هي عزيزي تلمي بالنسبة للسؤال الثاني وحسب مساحة المساطيل E F G K E F G K إذن هذا الشكل هو عبارة المساطيل ماذا نعرف عن المساطيل أنه له أربع زوايا قائمة وكل دلعان متقابلان هما متقايسان ومتوازيان مثلا الدلع E K يساوي F G كذلك الدلع E F يساوي الدلع K G حسن جدا إذن القاعدة هنا تقول بالنسبة للحسب المساحة المساطيل S تساوي L في L grand tel C C longueur في ضرب P تساوي C largeur إذن L كبيرة هي الطول و L صغيرة هي العرض S surface أو يمكن أن نعود S B A R سيناف الشيء إذن بالنسبة للسؤال الثاني تابع معي وحسب مساحة المساطيل E F G ضحي جيدا الشكل التالي هو عبارة المساطيل المسمى E F G ماذا نعرف كذلك المساطيل أن المساطيل له كل ضلعان متقابلان هما متقايسان ومتوازيان مثلا E F و K G هما ضلعان متقابلان متقايسان ومتوازيان كذلك لمساطيل أربع زوايا قائمة حسن جدا إذن بالنسبة لمساحة المساطيل القاعدة S surface تساوي L في L grand tel longer petit tel largeur إذن L كبيرة تعني الطول و L صغيرة تعني العرض تطبيق عدد فبالنسبة لطول هنا لطول المساطيل هو 6 سنتيمتر والعرض 2 سنتيمتر تطبيق عدد كما قلنا S تساوي الطول 6 ضرب العرض 2 إذن S تساوي 6 في 2 12 الوحدة سنتيمتر كذلك مربح لا يمكننا أن نضع سنتيمتر فقط لأن السنتيمتر هي وحدة قياس الأطوال وليس المساحة إذن أعزائي التلاميذ أتمنى أن تكونوا فهمتم الدرس جيدا والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة